حلقة النهاردة حلقة مميزة النهاردة كأس أفريقيا معانا ألف مليون مبروك النادي الأهلي ألف مليون مبروك مجلس ودارة النادي الأهلي وألف مليون مبروك جمهور النادي الأهلي العظيم لعيبة الجهاز الفني يمكن من أكتر الكؤوس الحقيقة اللي احنا فرحنا بيها يمكن لشالحجم الصعاب اللي احنا شفناها أو النادي الأهلي شافها خلال مشواره في هذا أو في هذه البطولة يمكن أنا النهاردة محضر لكم يعني يمكن بعض النقاط اللي يعني يعني دايما زي ما تعودنا بنتكلم عنها وبنقولها عن كل بطولة النادي الاهلي يعني بيحصل عليها أو بيحصدها على مدار تاريخه يمكن في الأول عايز أقول النادي الاهلي مش بس طبعا كرة القدم خلينا بس نفكركم في وسط فرحتنا دي النادي الاهلي النهاردة أو السنة دي حصد 22 بطولة الحقيقة في الألعاب الجماعية رجال وسيدات فإذا كأس أفريقيا النهاردة موجود مع كأس أفريقيا أيضا في كرة السلة مع أيضا كأس السوبر الأفريقية كرة اليد للألعاب المختلفة سواء كرة القدم كرة السلة وأيضا كرة اليد يعني أكبر نادي أفريقي يمكن بيحقق أرقام عالمية أتحد أي نادي في العالم يكون بيشارك بثلاث فرق ليه في بطولات عالم هذا الموسم نادي الاهلي حقق الحقيقة إنجاز كبير هذا الموسم بشهادة الكل أنا أتكلم على الألعاب الجماعية لو تكلمنا على الألعاب الفردية الحقيقة حدث ولا حرج هتلاقي عندك يعني لا نهاية من البطولات عايزين يعني حلقة واثنين وثلاثة نتكلم على إنجازات السنادي ونضم مع الألعاب الفردية يمكن النهاردة حلقتنا كمان معنا أحد الألعاب حققت إنجاز كبير وهي كرة تنس الطاولة تنس الطاولة الحقيقة السنادي حصدوا الدولي سواء رجال أو سيدات وطبعا في بيضاة الموسم كانت السادات حصدت البطولة العربية هيكونوا معنا النهاردة وهنحتفل بيهم مع أو استكمالا لسلسلة حلقتنا مع أبطالنا السنادي تنس الطاولة رجال والسيدات هيكونوا معنا وأيضا نجاز الفن رجال وسيدات هيكونوا معنا بعد الفاصل الأول خلينا نتكلم في بعض النقاط أيضا أنه النادي الأهلي فوزه بهذه البطولة لم يكن صدفة ولم يكن حظ كما قال الكثيرين ولكن النادي الأهلي فوزه السنة دي جي نتيجة عمل وجهد وخلينا نستعرض مع حضراتكم بعض المحطات اللي حضراتكم هتقولوا فعلا النادي الأهلي يعني المكسب مجاش وليد الصدفة لأنه طبعا يعني دائما أبدا النجاح هناك البعض يشكك فيه ويشكك فيه يعني أسباب النجاح اللي خد بيها النادي الأهلي هنقول وهنفتكر مع بعض ماتش سنداون خلينا نفتكر اللحظات الصعبة اللي مر بيها النادي الأهلي ومباراة اللي انتهت خمسة اتنين طيب الناس بتتكلم على ضرب الجزاء أطهر الطاهر اللي ضيعها واللي بناءنا عليها كل الدنيا بتقول ده النادي الأهلي تأهل نتيجة هذه ضربة الجزاء أو ضيع ضربة الجزاء لا اختلف معاك ليه نسينا زي ما افتكرنا أطهر الطاهر طبعا ليه نسينا ضربة الجزاء اللي ضيعها محمد هاني لو محمد هاني كان أحرز ضربة الجزاء هنا في مبارات سانداون ما كانش ضربة الجزاء بتاعت أطهر الطاهر ليها قيمة أو لو حتى جلت وأوجات ما كانش ليها قيمة إذا النادي الأهلي تعرض لصعوب صعوبات أثناء مشوار البطولة ولكن زي ما كان فيه توفيق زي ما كان فيه إخفاق فإذا الاتنين بيعادلوا بعض ولكن في النهاية هو الفوز نتيجة تعب وجهد طيب يعني أكبر دليل على طبعا يعني أن أنت ما كانش نتيجة يعني صدفة ولا وليدة صدفة أن أنت قابلت ثلاث فرق في مشوارك أبطال قابلت الرجاء والوداد والترجي والثلاثة أنت أقصدهم عن البطولة يعني طريقة لم يكن أبدا مفروش بالورود كما قال البعض ولكن جي نتيجة تعب وجهد بالإضافة إلى مباراتك بعد اخسرتك خمسة اثنين من سانداون أنت رحت لقيت الكاميرون في القطن الكاميروني في الكاميرون كنت مطالب بإحراص أكبر عدد من الأهداف يعني التحديات لم تكن فوز فقط ولكن فوز بسكور عالي النهاردة بتروحت أحرصت أربع أهداف في مباراة الكاميرون أو القطن الكاميروني خارج ملعبك آه هتقولي القطن كان رابع مجموعة يعني أيا كان ما ليش دعو بالحساباته لكن هي مباراة أفريقية في الكاميرون وأنتم عارفين كويس أول مباراة الأفريقية بيكون إزاي من الملعب الأتموسفيري للأكل لكل شيء والصفر والجهد اللي بيبذلوا اللاعبين عشان يوصلوا لأقاصي البلاد في طبعا في أفريقيا إذن مطش الكاميرون كمان كان محطة مهمة القطن الكاميروني كان محطة مهمة تكسبت أربع صفر وحقق تسكور ساعدك على التأهل كمان ليه نتكلم ليه نسينا مباراة الهلال هنا ليه الناس تنسى مباراة الهلال هنا والشحن الجماهيري والكلام ده كله والعصبية اللي كانت في المباراة لدي أهل تخطاها كل الكلام ده أكيد الفوز ما كانش نتيجة أبدا صدفة عمر ما فوز بيجي صدفة الصدفة ممكن تكسبك مباراة ولكن ما تكسبكش بطولة أبدا ثلاث فرق أبطال انت بتقابلهم وبتتأهل من مجموعتك بعد ما تحطيت في صعب طيب أرجع أقول حاجة ليه نسينا كأس العالم الأندية ورجعين مجهدين دخلنا على أفريقيا وروحنا لعبنا الهلال أول مباراة هناك ليه الناس ما قالتش النادي الأهلي كان عليه ضغط وعليه مجهود كبير جدا وكان مطالب يكسب في الهلال انت عبال ما فوقت من إجهاد كأس العالم الأندية كان مر بمطشين وتلاتة في بطولة أفريقيا ولكن في النهاية انت حصدت الكأس طيب يعني خلينا نكلم على ميستر كولر شوي ميستر كولر يعني هاجمه البعض انه أخر تغييراته في موراة القاهرة وبناء عليه تلقينا هدف في الوقت اللي ميستر كولر يعني ما التفتش لهذا الكلام وركز مع فريته زاكر فريط الودات جيدا اتكلم في المؤتمر الصحفي كلام موزون جدا قال لي يا جماعة أنا مش الآن أنا راجل كسبان انتوا اللي عايزين تكسبوا أنا حتى الآن النتيجة دي تأهني واخد البطولة ولكن انتوا اللي عايزين تكسبوا بعد ان تلقينا هدف في ديئة تلاتين او يمكن فيه بعد يعني مرور يعني تقريبا تلتين الشوت الاول انت النهاردة ما فكتش الفرقة ما فكتش الفرقة يعني زي ما يقولوا ما فرطتش كان ممكن تتلقى التاني والتالت ده برضو صدفة طيب ميستر كولر النهاردة لما شافت فرقة الودات وذاكرها وذاكر الودات بتلعب ازاي في حضور جمهوره يعني الودات مع جمهوره هناك في المغرب غير الودات هنا بيتأثروا جدا بتشجيع جمهوره فالنهاردة لما ميستر كولر درس الفرقة جيدا ودرس الفرقة بتلعب ازاي وسط جمهوره كلام ده طبعا ما كانش صدفة برضو طيب الحاجة التانية ميستر كولر النهاردة لما يعني بين الشوتين لقينا فرقة مختلفة كان الاستحواز سبعين تلاتين جنا الشوت التاني الاستحواز الزبط الاداء رتم الاداء الزبط يعني توطر الاعصاب اللي احنا شفناها نتيجة طبعا قرارات التحكيمية المتتالية اللي كانت فيها طبعا يعني كومنتات كتيرة احنا مش هنتكلم عن التحكيم ولكن بين الشوتين كان فيه كلام كان فيه لازم تركزه شفنا كهرباء نزل بين الشوتين بيدحك وبيهزر مش عشان يعني حاجة ولكن عشان نوصل رسالة احنا مركزين ومش قلقانين لما نزل الشوت التاني اخر ربع ساعة والله يعني على المستوى الشخصي انا راجل كتبته وقلت قبل الهدف بدقيقة قبل الهدف بدقيقة قلت ان لسه ربع ساعة وممكن نجيب هدف فده معناه ايه معناه ان انت حتى جمهور النادي الاهل اللي احنا واحد منه اللي انا واحد منه بقول شايف فرقتي كانت رايحة للمكسب ده برضو ما كانش صدفة اللي احنا بنقوله ان ده نتيجة جهة